السلام عليكم وتابعيه قناة رياضي سوري اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وبفيديو اليوم رح نحكي عن افضل 5 لاعبين شباب وعيدين تميزوا في الدور السوري لكن قبل ما نبدأ هذا الفيديو حابب اعتذر عن تقصيري بالفترة السابقة والتقصير ابدا ما كان بدون سبب السبب كان هو ضرف مرضي والشغل الثاني حابب عيدكم بمناسبة عيد الفطر وانشاء الله كل عام وانتو بخير ونعاد عليكم بالصحة والعافية واللاعب الاول اللي رح نحكي عنه لليوم هو اللعب زكريا عزيزة لاعب نادي الاتحاد زكريا من موليد لألفين عمره تقريبا 21 سنة لاعب شاب وكان برأيه شخصي من افضل لاعبين لارتكاز الشباب بالدور السوري تميز اللعب زكريا عزيزة بدقة التمريرات والتزديدات القوية والمتقنة اللعب بيمتلك قدم قوية وبيمتلك امكانيات تزديد يعني لاعب بيعرف امتى بيسدد وامتى ما بيسدد مو من اللاعبين اللي بيسدد على الطالع والنازلة وعالفاضي لعب بيسدد وبيعرف التوقيت المناسب للتزديد وبيمتلك اللاعب طاقة عالية بارض الملعب بتشوفه بالهجوم بتشوفه بالدفاع بتشوفه بوسط الملعب واضافة الى امكانية قطع الكرة من الخصم بشكل سلس ودائما عم يكون سد منيع امام القصوم برغم سقر سنه لانه اثبت نفسه بقوة في تشكيلة نادي الاتحاد اللاعب صلوب دفاعيا قوي هجوميا ويساعد بشكل ممتاز في عملية الربط بين الخطوط الخلفية والخطوط الامامية وهالموس مسجل ثلاث اهداف هدف في مرمى الساحل وهدف في مروا وحدة وهدف في مرمى الفتوة طبعا هدفه في مرمى الساحل اهدى فريقه ثلاث نقاط مهمة وهدفه في مرمى الوحدة اهدى فريقه نقطة وهدف في مرمى الفتوة كان هدف سجل الهدف بطريقة رائعة بتزديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على الرغم انه الهدف ما اهدى الفريق اي نقطة الا ان الهدف سجل بطريقة رائعة وبصراحة وضعية نادي الاتحاد هالموسم كتير ظلمت المواهب الشابة مثل زكريا عزيزة ومحمد ريحانية ومحمد يوسف وبقية الشباب وبنتمنى للعب بالمستقبل نشوفه بوضعية افضل من هيك واللاعب الثاني هو اللعب علي بشماني ابن نادي تشرين علي بشماني من مواليد الالفين تدرج اللعب في الفئات العمرية لنادي تشرين مركز اللعب مهاجم واللاعب حصل على لقب هدف الدوري السوري الممتاز للشباب موسم 2017-2018 وحصل على بطولة الدوري السوري الممتاز للشباب مع نادي تشرين مرتين موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019 وحصل ايضا على بطولة الدوري السوري الممتاز للرجال مع نادي تشرين موسم 2019-2020 و2020-2021 وطبعا موسم بطولة 2020 2021 كان الى نكهة خاصة بالنسبة لعلي كونه كان احد المزاهمين بشكل مباشر بهذه البطولة حيث سجل هدفين وصنع خمس اهداف علي بشماني لاعب شاب صراحة بالفترة الماضية ما كان عم ياخذ فرصة كافية مع نادي تشرين وتكون مطالب بتعويض علاء الدالي امر صعب جدا في نادي مثل نادي تشرين ما بيقبل الاخطاء اي لاعب لازم يكون هداف اللاعب لازم يكون دائما بأوج عطاءه لحتى يكون مقبول من قبل الجماهير النادي ما في ممنوع الخطأ بنادي تشرين وعلي برغم قلة الخبرة الا انه استطاع اثبات نفسه بوقت قصير جدا مع النادي وحس ان يصنع فارق مهم مع النادي وانا بشوف علي بشماني مستقبل كبير سواء مع نادي تشرين او مع منتخب سوريا لعب واعد وعنده امكانيات امكانيات المهاجم الناجح بنتمنى كل التوفيق العلي وان شاء الله بالفترة القادمة نشوفه بمنتخب سوريا واللاعب الثالثي اللي رح نحكي عنه هو اللعب محمد حلاق بالنادي الكسوة ولاعب نادي الوحدي حاليا اللعب من موليد 1999 عمره تقريبا 22 سنة بيلعب بمركز المهاجم محمد الحلاق احد النجوم سوريا الواعدين يتميز اللعب بالسرعة العالية بالمراوغات والقدر على صناعة الفرص دائما عم يكون مصدر ازعاج للمدافعين الخصوم محمد الحلاق بتحركاته بسرعته بمهارته وساهم هالموسم باثناش هدف مع نادي الوحدي سجل خمس اهداف وصنع سبع اهداف مؤخرا تم استدعاوه للمنتخب من قبل المدرب نبيل معلول ولعب بعض الدقائق ونال استحسان الجهاز الفني اللاعب الرابع هو اللاعب عمر نعنوع بالنادي جبلة ولاعب نادي جبلة حاليا اللاعب من موليد 2002 تدرج اللاعب في الفئات العمرية لنادي جبلة وصولا لفئات الرجال موجود اللاعب كجناح يمين وبيلعب ايضا جناح يسار وبيلعب خلف المهاجم عمر نعنوع كان ورقة رابحة بايد مدرب جبلة الكابتن عمار الشمالي لعب اثبت حضوره هالموسم اثبت موهبته بذوق رغم قلة الدقائق اللي كان عم يحصل عليها الانه اثبت نفسه اثبت موهبته وبيتميز اللاعب بالهدوء بالثقة والتزديدات القوية لعب عنده ثقة بنفسه لعب بتحسه بارض الملعب اكبر من عمره الذي جبلها الموسم على لقب كأس الجمهورية 2021 وطبعا ما كان على الهامش ابدا بل شارك بمباراة نصف النهائية امام الكرامة بشكل شبه اساسي بعد اصابة الحفيان دخل بديل وابلى بلاء حسن ولعب ايضا بالمباراة النهائية امام حطين اللي وصلت لضربات الترجيح وسدت ضرب الجزاء وستطع تسجيلها اللاعب الخامس والاخير واللي اكيد ما حدا كان متوقعه هو اللاعب عبدالهادي الدالي ابن نادي النواعير ولاعب نادي النواعير اللاعب من موليد الالفين بيلعب بعدة مراكز بخط الوسط وبخط الهجوم اللاعب اللي ساهم بشكل مهم مع نادي النواعير بالصعود الى الدرجة الممتازة حيث سجل سبع اهداف وصنع عجر اهداف اخرى لاعب شاب وموهوب عنده امكانيات كبيرة ومن الممكن ان نشوفه بالايام القليلة القادمة مع منتخب سوريا الاولمبي وبنتمنى التوفيق للكابتن عبدالهادي الدالي ومثل ما كنت هداف بدول الدرجة الاولى ان شاء الله بتكون هداف بدول الدرجة الممتازة وبنهاية هذا الفيديو بتمنى اكون حكيت عن اللاعبين اللي بيستحقوا انو ينحكي عنهم اللي بيستحقوا الدعم الاعلامي اللي لازم وما بتمنى اكون ننسيت حدا وحابب نوحة نقطة صغيرة اكيد في حدا بده يكتب لانو ليش ما حكيت عن كامل احميشة ليش ما حكيت عن محمد ريحانية بطبيعة الحال كامل احميشة لعب منتخب صلوا اكتر من السنة مع المنتخب وعم يقدم مستويات رائعة فانا ما اعتبر كامل احميشة اكبر من هيك كامل احميشة معروف اعلاميا حظي بدعم اعلامي جيد ومحمد ريحانية بنفس الشي محمد ريحانية حصل على دعم كافي فلذلك انا حبيت اختار لاعبين مضومين نوعا ما او بعيدين عن الاعلام او ما حدا بيعرفون لحتى نعرفكم عن المواهب السورية يعني لاعبين رح يكونوا عمدة منتخباتنا الوطنية مستقبلا لازم تعرفون لازم ندعمون وبالنهاية في حال عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة زي ما كنتم مشتركين